تقنيات سهلة وصغيرة تتعلمنا نصرف بطريقة ذكية في حياتنا اليومية هذا هو السجادة اليوم لكي نكون ناجحين ميهاليا واجتماعيا وهي بزاف تكون عندنا جراية بأساسيات علم النفس الطبيقي ما هو علم النفس الطبيقي؟ هو مجموعة من الارشادات ومن الطرق المختصرة اللي نتجا على دراسات طويلة وعلى تجارب لبزاف ديال الناس أعطتنا في الأخير واحد دليل منظم وممنهج كيفاش نتصرف بأنسب طريقة وبأذكى طريقة في مواقف حياتية مؤينة كنعيشوها كل نهار واليوم أفكرت في أكثر المواقف الحياتية اللي كانت تعرضو لها باستمرار واجبت لكم أمثب طرق ديال كيفاش نتصرفو بيها كيقول لك علم النفس الطبيقي إلا كنتي في حديث معاشي واحد وكل هدف من ديال كونفيرساسيون هو أنك تأخذ واحد الخبر أو لوحد توضيح أو لوحد مجموعة من المعلومات من ديال بيرسون وطرحتي سؤال ولكن الجواب دياله ما كانش كافي ما أخذتي سوفيزامون دينفورمسيون بالمقدار اللي تبغيتي كيقول لك في هذا الموقف يكفي أنك تسكت مورا ما تلقى الجواب ديال لاب بيرسون ما تعلقش عليه تسكت وتعطي واحد الانطباع ديال لاجواب تعابير وحركات كلها تكون ساكنة ما تعطيش راس الخيط لديك لاب بيرسون واش قتنيتي واش ما قتنيتيش واش ما زال بغيتي توضيح أكثر ما تبين شقة عشانه كي يدور في عقلك كيفية أنك تسكت نفسيا لو تخيب بيرسون هاد شي كي خلق عندها واحد نوع من الارتباك فلا إراديا كتلقارسها وكي القارسه كي يزيد كي يدوي كي يزيد كي يوضح أو لا على الأقل المبادرة بالحديث مورا ما أعطاه هذا الجواب كتكون دائما اوتوماتيكمون ديالو مورا هاديك ردات لفعل ديالك إذا كنت في وضعية توضر أو لوضعية قلق يكفي أنك تأكل مسكة هاد شي جابيع من نفس الطبيق لفات أنك كتحرك الفاكين في ديك الوضعية ديال توضر كتحرك الفاكين ونت كتأكل مسكة هاد شي كي يجعل عقلك يفكر أنك في وضعيات لأكل كان أفهم زيان بلي الدماغ البشري هو غادي بواحد المنهجية واحد تنظيم محكم واحد المنطق بحال واحد اللغوبه غادي إلى واحد السيستم لفات أنك كتجعله في ديك الوضعية يفكر أنك كتأكل كي يجعل جوز ديال الأفكار يتضاربوا له أنك في وضعية الأكل بما تفرض وضعية الأكل من هدوء واسترخاء ومزاج جيد في النورمال ولفات أنك في وضعية قلق فدائما يختار دماغنا يختار الوضعية الأسهل الوضعية الأنسبة الأكثر راحة له فكي يختار أنك لا راكمة فوضعية الأكل إذا ما يمكنش تكون متوتر ممكنش تكون مقلق فكي يصير في السيستماتيك مو واحد الإشارات كي يسيطروا على ذاك القلق وكي يسيطروا على ذاك توتروا بهذا كتكون هذه خطاناتها باش تسيطر عليه إذا كنتي كتتعلم مهارة جديدة لوجيسية جديدة استبيق جديد كتاب جديد أي حاجة مهما كانت بسيطة كتتعلمها وبغيتها تدفع لك ترسخ فيه مما أمكان علم الناس الطبيقتي ينصحك بأنك تحاول تهضر عليها مع الناس اللي ضايرين بك مع أصحابك تجاوب على أسئلتهم ولو تكون أجوبتك مكافيات تهضر عليها ولو أنت ما عندك شمالي فراسخة عليها يكفي أنك بغيتها ترسخ عليك فعلا هاتي كيعاون أنها ترسخ لك لأنه يجعل ألاف و تخدم الذاكرة السمعية على الذاكرة البصرية زيادة على الذاكرة ولا الدكن الساليو التي دخلت لها أنت أدوك المعارف وهذا الشي يجعل أنه أنت يكون عندك انطباع أنك فاهم يكون عندك انطباع وثقة في نفسك أنك متمكن من ديك المعارفة فكتولي تدريجيا متمكن منها إذا كنت يوص واحد الجماعة ديالناس فيها بزاف ديالناس فسهل بزاف أنك تعرف الثنائيات لي فيها مع أئلة من نفس طبقي نفسيا نحن في واحد المجمع مع مجموعة ديالناس سواء كنا أخذي الكلمات سواء كنا نضحكو كنا نضحكو كنا نضحكو على نكاته كنا نعاود مستمع لحد أو لا نستمع لحد أخر فإحنا غالبا غالبا نرى الشخص الذي يرتاح لي كثير من الناس كاملين من ذاك المجمع ونحن نضحكو أول شخص هو ذاك الشخص ونعطيه رأينا الشخص الوحيد الذي نرى في ذاك المجمع هو ذاك الشخص لأنه كان يعرف بلي هو الشخص لي ما يعطيناك هو شخص الذي نرتاح له كي يعطينا ثقة بالنفس فسهل بزاف أنك ونت في المجمع تعرفتنا الناس التي تتفهمه ما بعضها كثير ما كانش فينا اللي ما تحتش في هذا الموقف غالبا كالقورسنا كان عاودوا واحد لشانسون واحد المقطع سمعنا ليه كانت ندنوها النهار كامل وياكت تعاود في عقلنا النهار كامل وحنا كان عاودوها والمشكل وانه بعد المرات كتكون فغامو ما حاملناش ما عاجبناش اي بوطان كالقورسنا كان عاودوها في علم الناس الطبيقين حدي سهل بزاف كي اعتمد على واحد المعطاء او لا واحد المنهجي باش كي يخدم عقلنا العقل البشري بالنسبة لي اي طاش نو اكمبلي فرا يخص صحاتكم فكي بقى كي يصف لك منابهات كيف ترك بها اي حاجة بديتها وما سريتيهاش دائما كي بقى كي يزن عليك كيف ترك بها بطريقته هو نفس المسألة هذي نسقطوها على المسألة ديال الاغاني اللي كتبقوا تتعاودوا في عقلنا غالبا او لا دائما كالقورسنا كان عاودو دوك المقاطع اللي يسمعناهم مقاطع عابرة او لا المهم سمعناهم فالحل هو انك اخصص واحد ثلاثة دقيقة توقف وتزققها هذيك شركة تدير وتمشي تسمعلي هذك المقاطع سمعليه كامل تلقوه من الوحدة الاخرى وسمعليه وتأفف حتات شباب بسكو عادي يكون غريبا ما كي يجبكش مرة ما تساليه السابع وعقلك كي يوليك يقتانع بالليلاتاش اتاكمبيت فكي ينساها وكي يدوز الحاجة اخرى voilà يا مرحبا اتاكمبيت今日 احاولت انا نجيب شوية بيالاتاش خيفة لكي يكون خفيفة وانها تكون فعاية واحدة صغيرة مهم تكون حاجة مفيدة من شتابها وننتهي دون انا نقول لكم ميرشي بكوهو يو مكورديه et à la prochaine